لي السيدة نعمة هذه الفنانة لرحلة البارحة سيدة الغناء في تونس وكما عن الشروق اليوم غاب صوت الهوية الوطنية الله يرحمه ونعمها نسترجع ما قاله علي الورداني في مرهك ومرهك على نعمة الاربعات لذا وعشرين سبطمبر الفين وعشرين مرهك ومرهك عدد اربعة وستين السيدة نعمة سيدة الطرب تولد تحليمة في ازمور بالوطن القبلي في 23 فبري 1934 في عائلة محافظة من ذري سيدي معاوية الولي صالح ابوها العروسي كان فنان هم الوحيد الغناء في الافراح كان مرح ويخلق جو فرحة في كل مناسبات اللي يشارك فيها وكان رجل انيق يدخل عليه حليمة والدي كان رجل جميل وكان نجم يعجب برشة ابنات القرية في جبته الخمري وكان رجل رقيق جدها احسن الشيخ بن معاوية كان رجل تقي جدا وصاحب قوة بدنية خارق العادة اما امها خديجة فكانت من اجمل نساء القرية كتبوا عليها شعراء برشة غزل وكانت من صفاتها جمال شعارها الطويل الرطب وفي عمر ستة اشهر احدث فراق بين امها ابوها ما كانتش امها تحتملو وهكا قرت مغادرة ازمور وتعدت السفرات بين العاصمة وبين ازمور كانت علاقة تحليمها بامها تحمل ذكريات جميلة رغم قساوة الحياة على امها الطليقة لكنها حبت بنتها وتلهت بها وكساتها وقراتها وكانت تحنين عليها برشة ورغم صغرها وجمالها رفضت انها تعاود احياتها اللي خصتها لحليمة وكانت تخاف عليها بصيفة كبيرة ياسر حليمة كانت تحمل معاها من ازمور الطيبة والبراءة وحب الناس لكن كذلك حفظت على امها بعض اغاني في العروبي والعرضاوي اللي كانت امها خديجة الدندن فيها عاشت حليمة في دار خلتها في المدينة العربي في تونس العاصمة كان عمرها 11 سنة وحافظة اغاني التراث كما مكهولا دارة وامة القد الطويلة الصالحة ومن رأس الدارة بسجنت مع امها في دار في نهج الباشا وشاء القدر ان يكون تكون الدارة قريبة من دار البشير الرصايسي اللي هو عبارة على استوديو تسجيل دخلت له الفنانة فتحية خيري وصفية الشامية والمرحومة صالحة ويوسفة ميمي والسادة قطرية وعلي الرياحي وعلي السريتي وغيرهم من الاسماء الكبيرة في ذلك الوقت كانت تحليمة تسمحهم الشارع وتحفظ اغانيهم كانت سجينة المنزل خاطر امها تخاف عليها وفي عمر 16 سنة بدأت الخطاب على الباب لكن ابوها اللي حبي يتهنى على بنته لشعوره ربما بالذنب في حق والدتها جابلها خطيب من ازمور وفرض عليها الزواج وعاشت مع رجلها في ظروف قاسية شوية في نهج سيدي المرجاني في دار عربي وجاء المولود الأول هشام اللي نعرفوه ورغم عدم نجاح هذا الزواج المفروض جاء ابنها الثاني طارق وكانت تحليمة راضية بالقدر ومبتسمة وجاءت هندة تلاذة أطفال وحياة صعبة مع زوج مفروض عليها هذا الكل ممنحاش من أنها تحلم الحلم كان أنها تصبح مطربة لكن ما أبعد الحلم عن الواقع كانت تحب تغني في العروسات وكانت الأولى على الرقح وبشوية بشوية ولاوا يطلبوها باش تغني في الأعراس والحفلات الخاصة في حي سيدي المرجاني العتيق حتلين جاها جارهم رجل طيب وطلب منها تغني لفائت جمعية المكفوفين وغنات أغنة حبيبي لعبته الهجري والجفا وكانت بجانب الكبيرة عليا وكذلك ناريمان وكان هذا في دار الجلد كانت فرصة باش دخل تحليمها للرشدية وطلقات مع صالح المهدي اللي غير لها اسمها وسمها نعمة وعطاها أغاني ما زالت اليوم تتغنى وتتسمع بكل محبة دنيا هانية واحنا فيها يا ناس ماكسح خلبه وخاصة الليل أه يا ليل جيت نشكيلك من تلحينه وكلمات محمد الجموسي وأما الشيخ خميس ترنان خميس ترنان فلحنا لشرع الحب ومحلها كلمة في فمي كلمات الهدي العبيدي وغنية عصفور وكانت الإذاعة تبث حفلات رشيدية كل 15 يوم على المباشر وهكا زادت تعرفت نعمة ونجحت في كامل التورا بتونسي وأمام النجاح هذا والشهرة طلقها رجلها لكن حبها للغنية خليها سعيدة بالنجاح بينما كانت أمها غاضبة وبوها يراه في الفن واسمة عار وهي من ذرية الشيخ أحسن بن معاوية كانت حاسة بالمرارة لكن حب الفن كان أقوى وظروف البلاد وعقليتها ما عاونت هيش برشا لأن المجتمع كان في هاك الوقت ينظر للفن نظرة خايبة سنة 58 دخلت نعمة كان موظفة في الإذاعة ضمن المجموعة الصوتية التي كانت فيها صالحة ونعرف أنها صالحة توفيت عام 58 عولية وبشيرة ونادية حسن وحتى الميدان الفني ما قبلش بسهولة نجاحها ولكنها صمدت في وجه الصعوبات وجاءت غنية صالحة أم القد طويل كانت مطلوبة برشا من جمهور وساعات تغنيها مرتين في حفلة واحدة لكن النقاد رأوا إلي الأغنية هذه فزد الضوء الناس في أغنية تونسية على غرار لا يعطني بشد الهوية دوجة إلي لحنخ ما يسترنان وفازت بأول جائزة في مهرجان سالحة عام 59-60 وكتبوا عليها الصحفيين أن أغنية صالحة لا تصلح وعندها مسؤولية في تدهور الأغنية تونسية لكن بعض الملحنين كانوا فاهمين حلاوة الصوت متى نعمة وعارفين قدرتها على النجاح وأكثر واحد فيهم هو الشاد لأنور وكان الإنسجام كبير برشا بناتهم برشا ملحنين لكن كان نصيب الأسد لشاد لأنور ونجحات لا تحصى ولا تعد ما زالت ساكنة في الذاكرة متعنا لبستك من عطفي حلة كلمات أحمد خير الدين بين الوطر والراح كلمات عبد الرحمن النيفر هندة هندة زي الوردة عبد المجيد بن جدو عميرات نحبك يا أمر كلمات رشيدة ماجري يا حب مكبر داك في مفعولك يا حمادي الباجي أسفي أنك لم تدرك حنيني قصيدة لزبيدة بشير الرائعة وغنت تلوم من الدنيا إذا أحببته نزار قباني أما أنا فكان حظي أن قبلت أغنية العمر بين يديك اللي تكتبته أنا ما زلت في معاهة خزندار وكان وقتها سعاد مجيد بن جدو هو المسؤول عن القسم الأدبي وتعدى النص القسم الموسيقى واختاره شاد لي أنور اختاره شاد لي أنور ولحنه وغنيته نعمة وتسجل في عام سبعين طوى خمسين سنة والأغنية تدعى باستمرار نحب نستغل الفرصة باش نشكر السيدة نعمة اللي فضله هي اختارها محمد اختار محمد بوذين الأغنية والفريق متاعه في ميات أغنية الخالدة علما وأن الشعر محمد بوذين أكتب لها حمامات يا جنة وتوسمت فيك الخير وغيرها نعمة غنيت كذلك من الألحان أحمد القلعي محمد سيسي قدور الصرارفي محمد الجموسي أغنية اللي لاعيد كلمات محمد جموسي تلحين محمد جموسي وكلماته رضا القلعي وأغنية أشعلينة وخبيبي يا غالي عبد الحميد سيسي كان الكلام منفض يكون السكات اذهب كلمات رضا الأخويني وما عندي والي محمد رضا كان في قلبي أفجر ونجوم لأبي القاسم الشابي وموريس ميمون وأحمد حمزة وحتى علي الرياح يلحن لها نجاح نعمة في القاهرة سنة 69 لم يكن له نظير وكان الجمهور المصري أكثر من رائع وكذلك الصحافة المصرية على غرار الأديب يوسف إدريس في الأهرام اللي يكتب أما المطربة دافئة الصوت نعمة فقد أثبتت بالفعل في حفلة تونس لمهرجان ألفية القاهرة سنة 69 أنها تستحق عن جدارة لقب فنانة تونس الأولى اليوم سيدة نعمة نقولولها شكرا على رفع راية الفن الأصيل ورفع كذلك راية تونس من طول أصباح الخير ونبشر ترجمة نانسي قنقر